اشتركوا في القناة وكالة الدواء الأوروبية التي سبق لها على اللقاح الأستراسينيكا واليوم غيرت النظرات لها وقالت كلام مغاير للكلام اللي قلته من قبل كذلك سنهضروا على منع اللقاح مؤقتاً هذا اللقاح هذا أنت أستراسينيكا الكومونيات أوتنومة أو المجتمع المستقل منعوا مؤقتاً منعوا بصفة عامة وليس على بعض الأعمار منعوا بصفة عامة حتى يشوف شنو غدي يكون القرار دي الوكالة الدواء الأوروبية واللي يعني غدي يدير واحد الاجتماع اليوم الوزراء ديال الصحة ديال جميع الدول ديال الاتحاد الأوروبي اليوم 27 دولة ديال الاتحاد الأوروبي كلهم غي يكون عندهم اجتماع مع السادية العشية اليوم مع السادية العشية فهاتشي علاش تأجل ما يسمى بدك الاجتماع ديال الكمونيات أوتنومة ديال إسبانيا كاملا اللي كي يدار كل يوم الأربعاء باش يعرفوا الحالة الوبائية فين غادية وقاع القيود اللي كي يدار كل أسبوع يوم الأربعاء تأجل لأن وزيرة الصحة الإسبانية ستكون في الاجتماع هذا اللي غادي يدير وكالس الدواء الأوروبية وكذلك ندرع لأحد الأمر اللي لا يقل أهمية عن الأول وهو واحد الإشعار والإنظار لدارته مصلحة الدرائب في هذا الوقت هذي بالضبط لأن اليوم يوم سبعة أبريل كتب الحمل تصريح بالدخل الدكلاراسيون دي الرينطة في إسبانيا تصريح بالدخل لكل شخص فدرج واحد الإنظار وشعرت به يقاع المواطنين لأن كين بزاف دي الهاكرز والناس اللي يستعملوا يسموا سيبر دي لينكوينتس ويحاولوا يستغلوا هذي هذي وعطاشوا واحد تحذير باش الناس يردوا البال وما يضطيحوش في ذاك الفخ اللي هذي الناس هذي يحاولوا يوقعوهم فيه ونبدأوا على بركة الله ونبدأوا بأول خبر دي النا وهنا سنهضر على وكالة دواء الأوروبية بالضبط على هذا الليقاح هذا وكانوا بزاف دي الاسئلة مع الصحفيين اللي كانت مهمة بزاف ونقولوا بعضها ولكن بدأوا بالأول شنو قالت وكالة دواء الأوروبية اليوم يعني بعد الاجتماع دي لها دارت واحد دواء صحفية وكانت على المباشر كانوا فيها بزاف الصحافة اللي كانوا يطرحوا أسئلة من بعد ما خدوا القرار دي الهم وضروع لهذا الليقاح الى بقيتوا العقلين هذي يعني واحد المدة ما طويل بزاف يعني كانوا لواحد العشرين يوم تقريبا ولا واحد عشرين يوم فاشكنت نفس المصلحة لي وكالة دواء الأوروبية خرجت بواحد تقرير دي لأن دوك تختراس دي الدم اللي بانت فعند الناس اللي اخدوا اللقاح ما عندها حتى شي علاقة بهذا الجرع دي الأسترسينيكا فذلك الوقت هذي يعني كان شك كبير لأن كانت المسألة مفضوحة المسألة بينها بزاف الناس كاملين مجرد مخدا وذلك اللقاح هذك بنت فيهم هذ الأعراض ونزيدكم ماشي فقط غير هذا الأمر هذا اللي يبين بأن اللقاح يقدر يكون عنده يعني علاقة بهذا التختور دي الدم هذ المسألة تختور الدم كانت من بين الأعراض اللي بانت على الناس اللي دوزوا المرض دي الوباء دي الكورونا قبل ما يبين قاح بزاف دي الناس اللي كانوا مرضو بهذا الوباء هذا من بعد ما براو حتى براو تفتهم المرض وبانت فيهم أعراض دي التختور الدم كين اللي فقد حياته قاح بعد دوزوا الوباء كانوا يعودوا يستدعي وهم من بعد ما يخرجوا نيغاتيف وكيدروا لهم واحد لبرا اللي كانت تساعد باش يجري الدم في الإنسان يعني الأمر عنده علاقة بالفيروس بحد ذاته ومدام يعني المصل والله اللقاح مستنتج يعني مستخلص من ذاك الفيروس يعني هنا في المشكل يقدر يكون اللقاح وماشي قدر هنا أكدت وكالة الدواء الأوروبية أن اللقاح دي الأستراسينيكا عنده علاقة بهذاك تختور دي الدم كانت تقريبا شي مية وكده 60 حالة اللي جاهم تختور الدم في الدماغ وتقريبا شي كده 50 حالة اللي جاهم تختور الدم على هذا المنطقة أبدومينال هذو هما الناس اللي يعني لحد الآن بنت فيهم الأعراض شكون هما هذي الناس أغلبية دي الهم كنظر هنا بالأغلبية نساء اللي كي قل العمر دي الهم على 60 سنة من 60 سنة لتحت نساء اللي كي قل العمر دي الهم على 60 سنة هذا هو الأغلبية دي الناس ولكن وكالة الدواء الأوروبية ما قدرش تأكد بأن فعلا هذا اللقاح هذا يعني ضار لهذه الفئة العمرية وكذلك الجنسية دي الجنس دي النساء ما قدرش تأكدها ما قدرش تبينها خلاتها يعني في واحد الشك من الأمر يعني خلاتها في واحد الشك من الأمر وفشط رحت عليها بزاف دي الأسئلة طرح واحد سؤال يعني من عند وحد صحفية قلت لها وعليش يعني مدام عندكم شك أن هذه الفئة العمرية وهاد نوع دي الناس اللي هما إينات هما اللي عندهم هذه المشكلة هذا علش ما تحيدوه مش على هذة الناس هدو تخليهم الناس خرين كل جواب من طرف يعني المشرفين اللي كانوا نسمع في ذاك الندوة الصحفية قدلوا لها بإنما يمكن لناش نأكدوا لكم حتى شي حاجة مازل ممأكدة ولكن اللي قالوا واللي أكدوه هو أن اللقاح عنده أضرار وهذه الأضرار من بينها يعني أعراض جانبية قدروا يقولوا أنهم اعتبروها أعراض جانبية وهذا المياه وخمسين واحد ومياه وستين واحد ومياه وخمسين واحد اللي بانس عندهم جلطة دموية كان منهم اللي فقد قاعد حياة دياله قالوا وكين واحد النسبة قليلة ديال الناس اللي بان في هم الأعراض ولكن بالنسبة لي وانكن نظر على وجهة النظر ديالي هنا وانكن نظر على وجهة النظر ديالي مدام هذا اللقاح هذا القل هذا ولو بصفر فاصلة صفر واحد ديال الناس اللي كان خصوه يتحبس علاش لأنه ما شي هو الحل الوحيد اللي سرعة اللي كان غادي بها يقدر تنقص ولكن هنا ستكون تحمي الناس من احتمال وافاة واخت تكون 0.01% هم لا ما قالو هو النظر ديال هم قالوا بأن اللقاح آمين وبأن الوباء ديال كورونا أخطر من دوق الأعراض الجانبية لها اللقاح هذا واللقاح يحمي الناس فهذا الشيء لاش يحبس اللقاح تطرعوا عليهم أسئلة من الأسئلة التي اضرحت عليهم كان واحد السؤال الذي كان مهم بزاف وانا كنت نرى من وجهة نظر صحفية التي قالت لهم مدام هذا يؤثر على الحياة للناس وانتم لا تعرفون دربة حاليا بأن يؤثر فعلا على الحياة للناس وان من حق شي واحد إلى اللقاح يرفض الجواب لم يكن مقنع نهائيا وانتم يخرج في الأدراء وقالوا لها لا نستطيع لهم لهم وانتم رمو الكرة ل دولة المعظم الدول للتحاد الأوروبي وقالوا في الأول وفي الخرح نقول بأن فعلا هذا اللقاح لديه علاقة به الأضرار الذي بانت ولكن المنفع من الضرار لأن سيحمينا من هذا الوباء هذا هو الجواب ورما وكما نقول الكرة المجتمعات المستقلة وهذا الشيء لماذا كين واحد الاجتماع اللي سيطر اليوم مع السادي العشية مع جميع الوزراء الصحة ومن الدول للتحاد الأوروبي وستكون دائما إسبانيا 27 دولة دول الأوروبي حاليا كسبق الكرة بين كل دول في الأوروبي بعد هذا الاجتماع اللي سيطر اليوم ستوضح وإسبانيا سيستمر في هذا اللقاح هذا وإسبانيا سيبقى فرضا عير على العدد معين للناس أو الفئة معينة للناس أو سيبقى معمام على الناس كاملين سيبقى كل شي إن شاء الله بإذن الله بعد هذا الاجتماع اللي سيكون مع الساد العشية اندوزو الخبر تاني ديان الإخوان وكما قل لكم الذي لا يقل الأهمية على الخبر الأول وهو الإشعار ديال الهزيين كما كتشوفو في الصورة أبيس دي سيغوريد هذا الموقع ديال أجنسي تريبوتاريا سادة إلكترونيك ديال أجنسي تريبوتاريا وهي اللي درس هذا الإشعار هذا أبيس دي سيغوريداد لأجنسي تريبوتاريا أدبيرتي ديبرسوس إنتنتوس دي فراود بور كاوس تكنولوجيكوز كتعلن على احتمال اختراقات يعني تقنية من عند هاكرز اللي غا يستغلوا هاد الفترة هادي ديال 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 الرينتا وشنو هما الأمور اللي وصات عليها بزف 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 باش الإنسان ميديرهاش وكي نو هايا solicitado eliminarlos ديال وصلك اي مساج في الريح الإلكترونيكو ديال ولا اشتغلوا ديال وخايف كون في الوغو ديال الهزيان ولي كون كون تسا ديال شي صديق ديال ون تا ديال سوز سوز مل إحسن سمسحو مباشر نو اي نو نو كسو اي الانلاسس ما تكليكيش على انلاسي جاك انلاسي في كوريو الالكترونيكو ما تكليكيش عليه وخي يجيك من عند شي صديق ديالك عندك في الكنتاكتوس ديالك ولا اليميل يجي واحد كتعرف ما تكليكيش عليه علاش لان بعد المرات كيدخل الفيروس اللي هو وعن طريق هو كي بقا ويتصفط مساجات البزار ديال الناس اللي عندو في الكنتاكت ديالو يعني هو كي كنت هاك قي ولي وطال الناس اللي كيعرف هم ضحية لك الهك بريكاوسيون الديس كارغار في تشيروس ادخونتوس دي كوريو اون كي سي دي كونتاكتوس كونسيدوس فاش اي ادخون اي حاجة تكون ارشيبو ادخون فاش ولا ما كتطلبش حتى داتو personal يعني إلا جايش كشي حاجة وخا من اجنسيا tributaria اجنسيا tributaria ما كتصفتش مساجات يعني نونك صليصة اي كوريو الهك اي 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 هذا اخ اي ا ا ا ا ا لن تتسافتك لأيها الفاكتوريات ولا أي شيء من هذا القبيل نوكا الرياليسة ديبوليسونيسات ترخيطة الكريديتو وديبيتو ولا يسافت الفلوس في ترخيطة الكريديتو أو ديبيتو يعني يقدر يوصلك واحد لنلاسك يقولك هنا أخين سياتريبوتارية ورحنا بغيين نرد لك الفلوس ودخلينا النمرات لها لكارت ديالك ولا اعطينا النمرات لكوينتا ديالك هنا أخين سياتريبوتارية ما كاتسفتش هذا النوع للمساجات من الأفضل أن تتعلق المساطة من الشرطة فهذه تحصل مع المساطة لكي لا تتخلص على المساطة لن تجعل المساطة من المساطة لكي لا تقلص عليهم الهاتف ويجب أن تتعلمون بسيطة المساعدة لتعيض لا أقل ولا أكثر هذه هي الأمور التي تدرس بهم أخي ستريبوتاريو وبالأخص في هذه القطة التي في هذه المنطقة وقالت بأن هذا النوع من الناس الذين يدرون هذه التصرفات يستغلون هذه القطة لكي ينصبوا على الناس نتمنى هذه الأخبار نتكون لقاتكم ومشاهدكم في أحسن الأحوال ونشوفكم إن شاء الله فيديو أخر ومدخور وتكونوا دائما في أحسن الأحوال لقمتم في العائة الله والسلام عليكم